اشتركوا في القناة جدا جدا بصراحة ما شاء الله يعني كده احنا خلاص المفروض الدرس النهاردة هو اخر حاجة حتى كمان حيث التايمر دي احنا نخليها ان شاء الله من ضمن ان ده مفروض حدث من ضمن احداث البيج فهنخليه في الجزئية القادمة بس احنا قطعنا الحمد لله كده شط جميل جدا وبدأ من الجزء القادم او من الدرس القادم اذا لم يحدث اي تعديلات او اي تجديد هنبتدي مع بعض نتعرف على المكتبات اللي موجودة في القوتوب لي ميديا ستوديو اللي هيكون بقى يعني هو انا بشوف ان هو الجزء الممتع بقى دونا عن كل السابق ده وفي الاغلبية بدءا من الدرس القادمة هتكون تطبيقات يعني بقى مش اعود اشرح كده بقى وبتاع لا هتكون العملية عبارة عن تطبيقات طيب درس النهاردة عن الكائنات او الابجكتز ركز معايا جدا لان لو انت عرفت ايه هي الابجكت انت هتفهم ايه هو دايما الديالوج ميسج اللي انا دايما باستخدمه والدروس القادمة هتعتمد في الاغلبية على الكائنات بس هي كائنات بلت ان في الاوتو بلاي ميديا ستوديو جاهزة لك لكن انت ممكن كمان تعمل كائنات بنفسك فده اللي هنتعرف عليه ايه هي الكائنات ايه كيفية انشاء الكائن استدعاؤه وكمان هنعرف يعني ايه نسخ الكائن يعني انحنا ممكن ندخله في متغير قصة كده درس بسيط مش صعب وابسط من البساطة كمان طيب ايه هو الكائن في الدروس يعني طبعا حتة الابجكت دي في بعض الدروس يفضل يقولك الكائن هو عبارة عن تخيل ان انت احمد وانت عندك شغلانة مش عارف ايه وعندك ايه وعندك ايه لكن بكل بساطة الموضوع ابسط من كده انتوا فهمين يعني ايه الري صح انتوا فهمين يعني ايه فانكشن يعني ايه مصفوفة انا شرحتها لكم فبكل بساطة الكائن هو عبارة عن مصفوفة لأكتر ولا اقل مصفوفة ولكن تضم احنا عارفين ان هي ممكن المصفوفة تضم مجموعة من مثلا المفاتيح مصفوفة ذات المفاتيح بتضم مجموعة من القيم بس المصفوفة دي كمان ممكن تضم مجموعة من الفانكشنز من الدوال لأكتر ولا اقل ده بصفة عامة طبعا مش هتفهم الكلام ده لو انت مشفتش الدروس السابقة تمام بس لو انت شفتها هتفهم ما شفتهاش يبقى مضطر ان انا اقولك با ان الكائن اقولك تعالى ننفذ احسن عشان تبن لك الفكرة على سبيل المثال انا طبعا نوهت عن ان الحاجات اللي هي هتكون جلوبال او هنستخدمها في كل كافة البرنامج بتاعنا الافضل ان هي تكون في الجزئية بتاعت الجلوبال فانكشن بتوصل لها ازاي من خلال البروجيكت وهتلاقي عندك ال ايه اهو جلوبال فانكشن فهنا برضو ممكن تحط حتة الكائن او الفانكشن ايه ام كان او الدوال اللي انت عايزها بكل بساطة احنا لما بنيجي بننشئ مصفوفة الناس اللي متابعة بعنا من الاول بننشئها ازاي بندي اسم المصفوف انا هعمل هنا my object مثلا تساوي وهدي الاقواص المعقوفة كل بساطة ازا ان تبقى my object اصبحتها عبارة عن ايه عن مصفوفة جميل اوي بس خلي بالك بابن الحتة اللي جاية دي انا بكتب العناصر بتاعتها عادي خالص بس مش ارقام وما اللي بتكتبها ايه بكتبها عبارة عن مفاتيح يعني مثلا name تمام تساوي واكتب اسم الشيء اللي انا عايزه مثلا ال name ايا كان ال name رامي تمام طي مثلا ايه تاني خلينا نقول ال edge تساوي ادي عنصر تاني في ال object ال edge مثلا 30 لحد كده ما فيش مشاكل فيه غلطة نغلطة كبيرة جدا ان انا عملت القفلة لا ده غلط امال ايه لازم يكون فصلة يبقى لان في المصفوفة مع كل عنصر لازم تكون الفصلة اه طيب تخيل بقى معايا ان احنا بقى هنعمل بقى ايه my function دي اول function تساوي تساوي ايه تساوي function اه يبقى معنا كده ان ال object زي ما قلتلك ممكن تحتوي على function والfunction طريقة الفرق بس ان اللي في الطبيعي لو انت بتعمل function منفاصلة بتكتب function وبعد كده اسم function والاقواس ولكن جوه ال object او جوه المصفوفة ايا كان المسمى اللي انت عايز تسميه بتكتب الاول الاسم اسم الفنكشن تساوي وبعد كده function والقسين حلو قوي واهم حاجة and وبعد ما تنهي كل حاجة وتكتب كل الاوامر اللي انت عايزها بتعمل فصلة وممكن تعمل العنصر اللي بعد كده زي ما انت عايز سواء متغير تاني ام نسميه مثلا ايه ممكن نعمل function تاني مش مشكلة هعمل function تانية باسمي my function to اتنين تساوي function والاقواس و end وهكذا كل لما تحط حاجة تروح عامل الفصلة ومكمل وتكتب كل الاوامر اللي انت عايزها بلا اي مشاكل يعني زي ايه مثلا my function ديك انا خليها ان هيا تكون عبارة عن diyalog.message وبتحتوي على ايه هاا ها بتحتوي على مثلا نص اللي هو welcome رامي مثلا مثلا يعني او خليزها ما فيش غير رامي في اللي لا دي يجدع عن ولا來說 الله الاصبع انا زيت من اسمي دي مثلا ايه الفنكشون الاولانية الفنكشن الثانية هنخليها انها تعرض لي دي مجرد علامات بس يعني انها توريني ان انا ماشي ازاي ده لوجمسج مثلا هنخليها welcome او زيز هسميها function2 يعرض لي بس كده نص function2 جميل جدا كده انا اصبح عندي الobject جواه item باسم name او متغير باسم name بيحتوي على قيمة ايا كان هي القيمة الage وبيحتوي على القيمة وجواها كمان function اتنين functions my function طبعا انت عارف بقى الباقي طيب في الحالة دي في الحالة دي لو انا قلت اوكي وجيت نفس البرنامج مش هيحصل اي حاجة خلص اهو مش هيحصل اي شي ليه لان زي ما قلت الobject عامل بالزبط هو مصفوفة والمصفوفة بتخزن في الزاكرة وبتنتظر التنفيذ والfunction بتخزن في الزاكرة وبتنتظر الاستدعاء او التنفيذ نفس الشي الobject طيب استدعيها ازاي بكل بساطة بان انت بتكتب اسم الobject و dot وتروح كاتب الاسم اي حاجة انت عايزها من العناصر بتاعته يعني يعني my object خليني في الزرار ده my object dot my function بس خلاص my object dot my function على الحال ده كده preview مجرد مندوس نلاقي welcome user اه جميل جدا طب تعالى نجرب مسلا التانية اتنين لان انا عندي فعلا function اسمها تانية my function 2 اتنين في الobject اهي تمام ففي الحالة دي تعالى نجرب فعلا function 2 الرسالة اللي ظهرتلي function 2 يبقى كده تم الاستدعاء بنجاح ادي طريقة الانشاء ادي طريقة الاستدعاء يعني معنى كده انت ممكن تقولي بس يعني معنى كده ان بقى الdaleج message دي عبارة عن object و function اقول لك ايواء انت كده وصلت اهلا وسهلا بك الdaleج عبارة عن انا بكلمك على هو بلت ان موجود جوه الوتو بليميديا ستوديو هم مجهزين هالك الdaleج هو عبارة عن array او object وجوه الobject ده فيه فيه function باسم message والfunction ده اللي عاملين هو ليه اكتر من عوامل هو ليه عوامل بصراحة بس اللي انا باستخدمه هنا عاملين فقط اول واحد ده اللي هو المفروض بيظهر العنوان والتاني اللي هو بيظهر النص ده بكل بساطة فيه اي مشاكل ما فيش اي مشاكل طيب افرد انا عايز استدعي مثلا متغير من جوه زي المتغير name ممكن فيش مشاكل اهو dot name بس ده طبعا متغير فمحتاج ان انت تحطه في دالك message او حاجة تظهره او تعرضه ده عشان الزرار بينفز الاتنين بينفز الدالة الاولانية والتانية دي بيعرض لك ايه ال dialogue message خليني دي بس عشان ما لغبطكش اهو كده انا لغتها ففي الحالة دي فعلا اللي ظهر لي ايه رامي ما فيش اي مشاكل جميل اوي 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 الحاجة الجميلة برضو ان انت تقدر انك تستخدم المتغيرات بتاعة ال object جوه ال object نفسه في الفنكشن نفسها ما فيش اي مشاكل لان المتغيرات دي بتكون عامة المتغيرات دي بتكون ايه عامة فحضرتك تقدر ان انت تعمل my object ومثلا هنا welcome بدل يوزر هروح عامل ربط كده و my object dot name خلي بالك my object dot name طيب يبقى لدلوقتي لما دوس لما استدعي هذه الدلة اللي لا يحصل لا يحصل ان هي هتكتب لي welcome وجوه الدلة بيتم استدعاء المتغير نيم اللي هو في ال object نفسه وبيتعرض القيمة اللي جواه بلا اي مشاكل هل ممكن ده ممكن جدا في مشكلة اه عشان ان حطيت ال dialogue message لا مش انت المفروض استدعي الفانكشن الصح فهي my function فقط مش function اهو اهو صح اه طيب لكن انا لكن انا مثلا هاجي هنا my object name كأنها متغير عادي خالص تساوي احمد وانا قلتلك ال object بيكون عام وكل اللي فيه بيكون عام يعني كل ما يحتويه هو عام فمجرد ان انت بتغير متغير منه بيتغير عام بيفضل خلاص بيثبت بعد التغيير وممكن ان انت اهو النتيجة ان welcome احمد جميل جدا اذا يبقى المتغيرات بتاعة ال object انت لما بتعملها في الاول كده هي بتبقى ده الطبيعي بتاعها الى ان انت تقوم بتغييرها مرة تانية جوة البرنامج او اسناء تنفيذ البرنامج بتاعك في جزئها معينة مفيش اي مشاكل تمام ونقطة كمان عايزة اقولها لك ان اللهم صلى الله عليه وسلم محمد ان عندك هنا ممكن برضو تعمل functions ماشي بكل خصائصها مفيش مشاكل يعني انت ممكن تخليها تعمل return وترجع بقيمة فيش مشاكل ممكن تستدعي function يعني مثلا my object اهي وقت التنفيذ دلوقتي اشغال في my function العادية فmy object ساوي my function 2 مثلا my function 2 مفيش اي مشاكل يبقى هتقوم دلوقتي بعرض القيمة بتاعت نيم وبعد كده هتروح هي نفسها منفزة my function 2 مفيش اي مشاكل حالو مفيش اي مشاكل دي بكررها كتير اهو طيب تعالوا خلي كل حاجة على وضعه كده ونشوف يبقى ولكم احمد وبعد كده ايه بتنفز الفانكشن التانية وبتعرض لنا function 2 تمام جدا هي دي فكرة الobject حد يقول لي طب انا ممكن احط جواها مصفوفة هقولك اه طبعا تقدر تعمل ده لان احنا عرفنا ان ممكن تكون مصفوفة سنقية وسلسية وربعية الى اخره فمعنى كده ان انت ممكن تحط جوا الobject تتفرع منه object اخر اهم حاجة بس ان انت ايه تعمل كده تعمل الفصلة دي و ادي my object مثلا هسمي ان فيه item 1 مثلا تمام item 1 بتساوي عبارة عن انه يكون ايه مصوفة تانية او object تانية وبرضو اعمل انت عايز ادي ال name تساوي مثلا item 2 اه او item 1 يعني تعرض لي مثلا ايه في ال name item 1 حلو قوي طريقة الاستدعاء my object dot item 1 dot name انت فاهم الفكرة لو انت حسس انه انه اخبطت ده عنصر ده عنصر اهو ده عنصر جوه ايه جوه my object زي اي عنصر زي my function زي age زي name بس الفرق انه بدل ما انا مخليه متغير عادي او مخليه function انا خليته يكون عبارة عن زي مصفوفة تانية او object تاني تمام واصبح ده ال up my object ده ال up وال item 1 ده عبارة عن الابن الابن اللي بيحتوي ابناء جوه كمان زي مثلا المتغير name واللي بيكون جوه item 1 خلي بالك فيه فرق ما بين ال name ده و ال name ده ال name ده تحت مين تحت my object يعني my object ليه ابن اسمه name متغير عادي وابنه كمان ابن my object اللي هو اسمه item 1 ليه ابن برضو بنفس الاسم name وبيساوي قيمة متغيرة خالص او بيساوي قيمة مختلفة فهي دي الفكرة طريقة الاستدعاء بتكون ايه ال up dot الابن dot الابن اللي بعده تمام يعني ادي my object خلينا مثلا نستدعي نعملها في حقيقة dialog message dialog dot message ادي my object ليه ابن اسمه item 1 والايتم 1 ليه ابن اسمه نيم تمام تمام جدا دي طبعا ما لحش ايه لازم دلوقتي خلاص انا بس مجرد بيبين لكم ففي الوقت ده وقت التنفيذ هلاقي اللي تعرض لي اللي تعرض لي item 1 ما بتعرض ليش رامي لان رامي ده النام ده ابن my object الاساسي يعني كأن بالزبط زي عملية ايه الاباء ادي الابن وابوه وادل جد وهكذا وممكن كمان تفرع من النام ابن تاني ليه وهكذا وتفضل انت عملها سلسلة بقى كبيرة جدا زي ما انت عايز هو ممكن تعمل يعني لو ده ليه كمان ابن تاني تقدر ان انت تعمل dot واسم الابن التاني مهما كان هو ايه مفيش مشاكل تمام فدي راجعا لك انت طيب حاجة اخيرة حتة التوريس ان انا مثلا عايز اورس او ادخل هل ممكن ان انا ادخل الobject ده بكل عناصره بكل حاجة فمتغير اقول لك اه طبعا مفيش اي مشاكل ازاي خليني اذكرك بحاجة my object my object ليه اسم ليه تحت منه متغير name قيمة بتاعته رامي عشان دل احنا هنستدعيها دلوقتي حالا ولكن من خلال هعمل متغير جديد اسم new var مسلا يساوي my object بس لا اكتر ولا اقل فدلوقتي انت تقدر ان انت تشيل بدل my object تشيل new var تحط بدله new var واستدعي بقى بنفس الطريقة اللي انت عايز name فبالحالة دي تعال نشوف فعلا رامي طيب وهل هل كده تم كمان ادخال ابنه ابنه يعني هو ليه ابن تاني اسمه item صح او item 1 و item 1 ده ليه ابن تاني اسمه name فهل ممكن هل ال new var ده فعلا خلاص اخد مكان my object ما فيش اي اه طبعا اخد مكانه عادي خلص add preview وهو فعلا النتيجة اني تعرض لنا item 1 ولو انت حبيت تستدعي functions هتتنفذ بدون اي مشاكل اهو new var dot my function اللي هي اول دلة preview فطبعا هيتم التنفيذ welcome rami وبعد كده function tool هي الدلة التانية اللي بينفذها لان دي اخر حاجة اللي عملتها يعني فاصبح دلوقتي الموضوع ليك مطلق الحرية في ان انت تعمل العديد من الدوال والعديد من ال object وتبتدي تنظم نفسك تقسم برنامج بتاعك تعمل مثلا object لجزئية معينة وتفرع منها functions ومتغيرات وممكن تعمل object تاني لجزئية اخرى وهكذا كده انت اصبحت بتمشي بطريقة محترفة بحس ان انت لما تيجي تعمل update او تعمل تعديلة تبقى فاهم انت هتشتغل في any object وفي any جزئية فيه وصلت الفكرة فهي دي فكرة object او فكرة الكائنات فكرة بسيطة وانا بسطتها لك على قد ما اقدر وان شاء الله بدءا من الدرس القادم اذا لم يكن زي ما قلت في اي update او تجديدات هنبتدي مع بعض المتعة الحائية وتطبيقات زي ما انتو عايزين بقى كلها من خلال هذه النفذة او من خلال ال script لحد كده انتهى درس النهاردة واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم وشكرا على المشاهدة